بص الإسلام أفل كل حاجة تدفع ولا الاختلاط أي مجال يعني يدفع أو يشجع على أفل ده ولذلك سيدنا ابن عمر بيقول لي إن رسول الله لما بنى المسجد جعل بابا حتى في الصالة جعل بابا للنساء وبابا للرجال مسجد سيدنا النبي لما بناه عمل ده خاص بالرجال خاص للنساء جعل بابا قال لا يلي جن من هذا الباب من الرجال أحد ده بتاع النساء محدش يخش منه من الرجال أبدا قال نافع فما رأيت ابن عمر داخلا من ذلك الباب ولا خارجا منه نافع ده حتى لمزة ابن عمر بقول أنا ما شفتوش مرة داخل خلاص طالما أننا بيقر وخصص أنا منفعش ما وحط نفسه موضع التهم لأنه من وضع نفسه موضع التهم فلا يلومن من أساء به الظن موضع التهم انت عارف من نضوع الأفراح واحد مش معزوم طالما أنت رايح تعمل إيه؟ وده بيحصل في الأرياف والقرى والكفور والنجوع والعزب أنت منتش معزوم رايح تعمل إيه؟ رايح تبص رايح تهيص لا محلة لك من الأعراب خلاص دعي تلبي وعلى قدر الدعوة يبقى حتى في موضوع المساجد يعني قصص باب للنساء وبرضو عندنا مثلا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها المرأة تصلي فين؟ في الآخر ولو صلت قدام ده شر الرجل يصلي فين؟ قدام ولو صلها في الآخر شر ليه؟ علشان ما يبقاش فيه اختلاط ولذلك السيدة أم سلمة تقول إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة النساء قمنا وثبت رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله قام الرجال تاخد منها إيه؟ إن حتى هما بيصلوا النبي عليه وسلم يوم النساء يمشي الأول محدش من الرجال يتحرك حتى ينصرف النساء وحتى تنصرف النساء وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسمع كلامهم ونحو ذلك يا سلام على الإمام النو ما لو جيش شافت لو هاتسي زي أنتو في سنة من السنوات لما كنا بنصلي الأعيات فكت صور بتيجي كده وقت بيصلي جنب البيت أو رجل بجوار امرأة في الساحات وتم التعليق على أنه هذا مخالف الفعش الرجل يصلي بجوارك ده هي لو زوجتك تصلي خلفك لو زوجتك لو تصلي بجوارك تصلي بعيدة وراك هو ده الشرح تمام يبقى الاختلاط إذا كان في دور العبادة إذا كان في صلاة إذا كان في مسجد إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص بابا للنساء وابن عمر قال لك أنا مش أخش من المسجد ده ومحد يشاف يخش من الباب ده خالص طالما أنه هو باب النساء خلاص مينفعش كويس كده